ما حكم ظهور القدمين في الصلاة للمرأة لو تكرمتم الحقيقة هي مسألة خلافية إن شاء الله ما سبق لا تعتبر صلاتها باطلة لكن الأحوط أفواً والأوجب يعني ستروا القدمين حتى ولو بثوب طويل الثوب الطويل يكفي يعني ليس بالضرورة أنها تلبس شيئاً خاصة في الصلاة إنما الثوب الطويل تغطي وهذا هو المطلوب لكن إن شاء الله ما فات ليس عليها واجب يعني لأنها أولاً جهل والأمر الثاني لأن فيه خلافاً بين الفقهاء منهم أن يرى أن القدمين ليست أيضاً من العورة وإن كان الراجح هو قول الجمهور لكن القص يكفي لمن فعل أن يسامح فيه